أهلا بكم من جديد مشاهدين أطلقت بلدية البيرا برنامج المدارس الخضراء المستدامة لمدارس مدينة البيرا الخاصة والحكومية والوكالة وذلك ضمن خطتها البيئية التطويرية اليوم نخصص الحديث عن هذا البرنامج وجهزية البلدية لتقديم الدعم لمدارس صديقة للبيئة نرحب بضيفنا من داخل الستوديو الدكتور إياد رغم من دير دائرة الصحة في بلدية البيرا يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك جميلة هذه الفكرة فكرة المدارس الصديقة للبيئة أو دائما لما نحكي عن مبادرات تشجع على التخضير والمدارس الخضراء لكن كيف بدأت هذه الفكرة وطبعا ضمن الخطة الاستراتيجية في البلدية يعني فكرة المدارس الخضراء المستدامة أو البرنامج الذي أطلقنا عليها للمدارس الخضراء المستدامة جاءت لتعزيز فكرة الوعي البيئي لدى المواطنين ولدى سكان المدينة فقلنا يجب أن نبدأ من القاعدة فاخترنا المدارس نعم اخترنا المدارس حتى تكون هي نقطة البداية في هذا المشروع المشروع هو يهدف لجعل مدينة البيري مدينة الخضراء مستدامة لكن نحن نريد أن نعمل مع فئة معينة حتى تكون الأمور ممنهجة وتكون هناك ترتيبات معينة للبدء بهذه العملية انطلاقا من رؤية المجلس البلدي في مجلس بلدية البيري للنشر الوعي البيئي والحفاظ على بيئتنا بطريقة مستدامة كان هناك دخول هذا المشروع حيث التنفيذ خلال العام 2018 بالأيام الماضي كان هناك عدة اجتماعات متارية مع اللجان من أجل الإطلاق هذه الحملة وفعلا بالأمس أو قبل أمس كان هناك اجتماع للجنة التوجيهية لمدارس الخضراء المستدامة وتم إطلاق هذا البرنامج الذي سيكون هو برنامج متكامل ومستمر يعني هي ليست حملة وليست فكرة وليست مشروع هي سنويا سيكون هناك هذا البرنامج يبدأ ببداية العام الدراسي وينتهي بنهاية العام الدراسي لكن دكتور خلينا وضحنا مشاهدي ماذا نعني مدارس خضراء أو مدارس الخضراء المستدامة ماذا نقصد بها تحديدا يعني مشروع المدارس الخضراء المستدامة هي عبارة عن دراسة بيئية للمدارس بداية سيكون هناك دراسة بيئية لوضع المدارس في المدينة ماذا تحتاج هذه المدرسة من أجل الحفاظ على البيئة يعني وضعنا نقاط أساسية يجب أن نطرحها حتى نساعد اللجنة التنفيذية لهذا البرنامج مثلا قضية ترشيد استهلاك الطاقة استخدام الطاقة البديلة ترشيد المياه النفايات كيفية فرز هذه النفايات وتدوير هذه النفايات كيفية الوصول إلى استحداث بقع قدراء في المدارس والحفاظ عليها كيفية الحفاظ على الهواء نقي كيفية الوصول إلى طعام صحي في مقصف المدرسة يعني جميع هذه النشاطات سيحويها هذا البرنامج نعم دكتور كيف كان التعاون يعني لاختيار المدارس مدارس الحكومية ومدارس الخاصة ومدارس الوكالة أيضا كيف كان التواصل مع وزاة التربية والتعليم وتعاونها في هذا المجال يعني أصلا هناك لجنة توجيهية لهذا البرنامج لجنة توجيهية تتكون من بلدية البيرة بالتعاون مع مدارية التربية والتعليم كون هو النشاط في المدارس ومن ثم جميع مؤسسات المجتمع الموجودة في مدينة البيرة سواء كانت الحكومية أو الخاصة يعني وزارة الاقتصاد الوطني وزارة الصحة وزارة الزراعة محافظة رام الله والبيرة، سلطة جودة البيئة، اتحاد الجمعيات البيئية، مجلس الخدمات المشترك لنفايات الصلبة، الدفاع المدني، سلطة الطاقة، سلطة المياه جميع هؤلاء المؤسسات اللي ذكرت، مؤسسات الانجي اوز كذلك جمعيات البيئية الموجودة في مدينة البيرة جميعهم هم ممثلين في اللجنة التوجيهية لهذه البرنامج عن اللجنة التوجيهية سينبثق هناك لجنة تنفيذية ستكون من معلمين المدارس ومن النوادي البيئية الموجودة في المدارس وكذلك من اللجنة التوجيهية يعني أصحاب هؤلاء أو أعضاء الأعضاء من اللجنة التوجيهية سيقومون بترشيح أشخاص لإعطاء مثلا الحصص سواء كانت العملي أم النظري سيكون هناك حصص عملي ونشاطات نظرية ومن ثم سيكون هناك تقييم لهذه النشاطات حتى يعني يتم الوصول إلى النقطة التي تحتاجها أو نريدها في هذه المدرسة نعم دكتور يعني عندما نتحدث كما ذكرت حضرتك في البداية أنه تم استهداف المدارس تحديدا لحتى فكرة الوعي البيئي تكون تنشئ منذ الصغر بحيث تتحول إلى ثقافة بحيث تتحول إلى ممارسة يعني كيف تشوفوا أهمية هذا الموضوع؟ ودعيش بدنا جهد وشراكة ربما مثل ما حدثك ذكرت مع قطاعات مختلفة من أجل ترسيخ هذه الفكرة فكرة الاهتمام بالبيئة؟ يعني بداية قبل ما أروح للنقطة هذه بدي أحكي بموضوع أن البرنامج إحنا قررنا أن يحمل اسم برنامج وليس حملة وليس مشروع حتى يكون هذا مستدام حتى نزرع الفكرة سنة بعد سنة بعد سنة في الأجيال من يعمل معنا بالصف الأول سيكون قائد بالصف الثاني وسيكون محاضر بالصف الثالث ممكن أو في المراحل المتقدمة يعني نحن نريد أن نبقي الفكرة موجودة نبقيها حية في ذهون الأطفال أنا دائما أقول إذا أردنا أن نحدث تغييرتنا وأن نبدأ من القاعدة القاعدة الأساسية لدينا هي المدارس لا يخلو بيت في مدننا الفلسطينية من طالب أو طالبين أو أكثر في المدرسة لذلك قررنا أن يكون البدء من الصف الأول تقسيم هذه الفئات العمرية سيتم تقسيم الطلاب إلى فئات عمرية وعلى الأساسها ستكون النشاطات مناسبة لكل فئة عمرية وسيكون هناك تسجيل للأسماء المشاركة معنا في النشاطات بالسنوات القادمة سيكون هؤلاء الطلاب هم نفسهم الطلاب سيكونوا يحملون الفكرة نقلها للفئة الأصغر منهم أو للفئة الأكبر منهم ومن ثم نقلها إلى المجتمع الخارجي إحياء الفكرة أنا برأيي هو في استدامتها وليس في انتهاءها بانتهاء المشروع وبانتهاء الحملة وهي كمان بتخلي فكرة أنه الطلبة والأطفال هم جزء من هذا المجتمع وهم منتمين لهذا المجتمع لأنه كمان عندهم مسئولية نحو المكونات البيئية المختلفة يعني ما منحكي فقط عن زراعة أشجار ما منحكي فقط عن الحفاظ على النظافة وإنما حتى يعني كل المكونات لا منحكي عن الهواء منحكي عن الماء منحكي عن التروة منحكي حتى عن الثروة الحيوانية أو عن الحيوانات الموجودة كل هذه المكونات كمان هل أخذ بعين الاعتبار وبالشراكة ربما مع قطاعات مختلفة يمكن على رأسها سلطة جودة البيئة صحيح الاجتماع الموسع الذي تم في براتيت بيريك كانت على رأسه سلطة جودة البيئة وكانت جميع المؤسسات التي ذكرتها سابقا كانت موجودة في هذا الاجتماع سيكون لجميع مؤسسات المجتمع المدني الحكومية والخاصة والغير حكومية والحكومية سيكون لديها نشاطات وسيكون لديها تأثير في هذا البرنامج البرنامج سيكون مرتب بطريقة تدريجية نبدأ من النظري ثم إلى العمل ثم تقييم ثم العمل باليد يعني الفكرة كانت هي أن يقوم الطالب أو طلاب المدرسة بالشراكة مع معلميهم بعمل شيء بيدهم حتى يكونوا هم مسؤولين لهذا الشيء حتى يشعروا بقيمة هذا الشيء يعني بعادي يأتي الطلاب إلى المدرسة الحديقة جاهزة الجدران ملونة هناك نظافة هناك كذا لا نريد أن نعمل بيدنا حتى نحس بقيمة هذا الشيء حتى يكون لدينا الإحساس بالمسؤولية عن هذا الشيء مسألة البيئة هي مسألة ثقافية أكثر منها عملية مسألة الحفاظ على البيئة لا يحتاج كثير من الجهد إنما يحتاج تغيير عادات وتغيير ثقافة فقط نعم دكتور تم إطلاق هذا البرنامج لكن على أرض الواقع متى سيتم تنفيذ الأنشطة والفعاليات ومثل ما حدثت كذكرت هي ستستمر يعني كمان من اسم البرنامج هي راح تكون مستدامة وليست موسمية أو حملة وتنتهي يعني البرنامج سيبدأ خلال انطلاق العام عفوا للفصل الدراسي الثاني الاجتماعات التوجيهية للبرنامج بدأت بشكل فعلي وتم وضع اسم لهذا البرنامج ولوغو خاص بهذا البرنامج تم اختيار لازم التوجيهية الخطوة القادمة سيكون هي عبارة عن رسالة دعوة لجميع مدارس المدينة لحضور اجتماع موسع خلال فترة الفرصة العطلة بين الفصلين الشتوية سيكون هناك ورشة عمل لهؤلاء المدارس ولمجموعة من الاجتماعات التنفيذية حتى نبدأ بانطلاقها مع انطلاق العام عفوا الفصل الدراسي الثاني وتنتهي بانتهاء الفصل الدراسي الثاني ومن ثم نبدأ ببداية العام الدراسي القادم سيبدأ البرنامج في جميع المدارس طبعا المشاركة في هذا البرنامج هو خياري اختياري للمدارس المدارس تختار اما ان اشارك اما ان لا اشارك لكن في السن القادم سيكون هناك ترتيب اخر لهذه المدارس المدارس التي لم تشارك معنا في العام 2018 سيتم ادراجها والسال الرسائل لديها على الاقل اطلاعها على نشطات التي تمت ماذا استفادت المدارس من هذا النشاط حتى يكون لديهم حافظ المشاركة في هذا البرنامج ونأمل بصراحة ان يتم تعميم هذا البرنامج على جميع انحاء الوطن وجميع محافظات الوطن حتى يكون لدينا ثقافة بيئية للحفاظ على هذه البيئة التي يحاربنا الجميع بها صحيح يعني هي مكون اساسي للمجتمع الفلسطيني وهي اساس الصراع يعني الاحتلال دائما يحاول سرقة الارض وصرقة قطع الاشجار الاضرار بالبيئة الفلسطينية ومن دورنا وواجبنا التوعية بهذا الموضوع وحفاظ عليها لانه هي كمان مسؤولية تم اختيال المدرسة هي وان دائما نقول ان المدرسة هي البيت الثاني لكن الى اي مدى هذا الوعي وهي الثقافة وهذا البرنامج ممكن ينعكس على كل المناحي يعني بيصير الطالب او طفل هو شاعر انه جزء من كل مؤسسة في هذا المجتمع هو مسؤول عن كل مكون في هذا المجتمع واللي صفقت مدرسته ومنزله النشاط سيكون يشمل جميع مناحي المجتمع الشارع وقطع الاراضي الفارغة والاشجار المزروعة في المدينة محطة الطنقية الموجودة في مدينة البيري سيتم زيارتها من جميع المدارس النشاط لن يكون في داخل المدرسة قد يكون التركيز للتقييم داخل المدرسة لكن النظر على ثقافة هي ليست في ساحة المدرسة او داخل جدوان هذه المدرسة وفي انشطة متنوعة نعم هناك تزامن مع هذه الانشطة بانشطة مع الجمعيات التطوعية في مدينة البيري سيكون هناك يعني برادة البيري أطلقت عدة حملات خلال الفترة الماضية حملات نظافة حملات زراعة حملات تنظيف أرصفة حملات إزالة البسطات من الشوارع هذه كلها كانت تؤثر على بيئتنا وكان هناك يسبب لنا مشاكل في البيئة يعني هناك تزامن كامل بين هذا البرنامج وبين أصلا البرامج المعتمدة والمقرة في استراتيجية بلدية البيري للتعامل مع الوعي البيئي ونشر ثقافة الوعي البيئي في المدينة نعم دكتور أخيرا هل هناك أي عقبات أو تحديات بتواجهها في هذا الموضوع يعني نتمنى أن لا يكون هناك أي عقبات المؤسسات جميعها بصراحة أبدت الاهتمام في هذا الموضوع وكان هناك فرز لأعضاء من هذه المؤسسات جميعا في اللجنة التوجيهية لهذا البرنامج البلدية البيري جاهزة تم وضع ميزانية خاصة لهذا المشروع لهذا البرنامج على ميزانية العام 2018 وهناك يعني بصراحة متابعة من قبل المجلس البلدي ورئيس بلدية البيري لهذا النشاط وصراحة هناك قرار بإنجاح هذا البرنامج تحت أي ظروف نعم دكتور في أي كلمة أخيرة بتحب نخضب فيها لقاءنا في هذا نعم هناك بصراحة دعوة لمدارس مدينة البيري جميعا بأنه نحن نعمل من أجلكم نحن نعمل من أجل زرع ثقافة الوعي البيئي وزرع ثقافة الحفاظ على هذه البيئة نحن سنكون في خدمتكم كامل الوقت من جميع مؤسسات المدينة فنرجو أن تكونوا شركاء مميزين لدينا نعم كل شكرا لوجودك معنا دكتور نتمنى لكم التوفيق دائما وأكيد يعطيكم ألف عافية أهلا وسهلا فيك مشاهدين إلى فاصل قصير ومتواصلين معكم في صباحنا